بعد أن وجهت الحكومة للتنمية الإيقاد دعوتها للأطراف السودانية المتحاربة لحضور دوراتها الاستثنائية في مدينة عنتيبي الأوغندية بـ 18 من يناير الجاري جاء رد الجيش السوداني سريعا برفضه الدعوة معللا ذلك بعدم تنفيذ مخرجات قمة الإيقاد الأخيرة في جيبوتي الجيش السوداني اتهم في بيان له قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقالو بالتهرب من تنفيذ مخرجات قمة جيبوتي والتي كان أبرزها لقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 28 من ديسمبر المنصرم هذا وشدد الجيش السوداني على تعاطيه الإيجابي مع كل المبادرات السعية لحل الأزمة في البلاد لكنه عاد وأكد أن استجابته للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن الحق السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة شعبه وعلى الجانب الآخر وافق قائد قوات دعم السريع محمد حمدان دقالو على الدعوة التي وجهت له لحضور قمة دول الإيقاد دقالو في منشور عبر منصة اكس أوضح أن قبوله دعوة الإيقاد يأتي اتساقا مع موقف الدعم السريع السعي للحل السلمي الشامل للحرب والأزمة بالسودان وما بين رفض الجيش السوداني وموافقة الدعم السريع على حضور قمة الإيقاد في عنتابي سيستهل المبعوث الأممي الجديد رمطان العمامر أولى جولته في السودان بلقاء قادة الأحزاب السياسية وعدد من المسؤولين لبحث سبل إنهاء الحرب هذا وتتواصل التطورات الميدانية في العاصمة الخرطوم بالأخص بمحيط القيادة العامة وسلاح الإشارة الذين شهدات اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الجيش ودعم السريع اشتركوا في القناة